أنا عايزة عربية دكتور حكايتك مع الأنون بدأت إزاي؟ آلة مش سهلة خالص يعني كانت إزاي؟ الحكاية مع الأنون كانت في الحقيقة يعني اختيار ربنا يعني مش اختياري خالص ولا الموسيقى نفسها كانت اختيار لكن اختيار والدي هو اللي شايف فيه حاجة أنا ما شفتهياش وهو الأصاري إن أنا أدخل الموسيقى وقد ترى رافض واحد كده يعني المهم كان لي في الموسيقى؟ آه هو كان بيغني بس مش محترف فالمهم هو شايف حاجة أنا مش شايف فأصاري على دخول المعهد وفي الامتحانة على القدرات هم اللي اختاروا لي قالت الأنون يعني قالوا لي صوابعك وشكلك وتكوينك كده الدكتورة راتيبة الحتنة لأرحمه هي اللي اختارت الأنون والدي قال لي لأ ده صعب يعني على أول السنة هنحاول نحول أكل كده من أول يوم وعدت مع أستاذ القانون كويس أستاذا مديح عازم هي دي أو حد حطيه ده القانون فأشقت القانون يعني سحرني المهم بدأت بقى إيه؟ مهوة نفسي في المذاكرة يعني المفروضة تديني مثلا حاجات أسمعها لها كمان أسبوع قاعدة ذاكرة 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 أول ما تخلص مثلا تدي حسر كم حد من زميلي أو حانا مسماعة اللي كان مفروضة أسمعها لها كمان أسبوع تديني أكتر أكتما يعني حبيته بقى خلاص يعني وعرفت إن ده مستقبلي وكده فهو يعني فيه في أستاذتي دي قالتلي إن آلات الموسيقية رد الفعل فيها إيجابي يعني زي ما بتحبها بتحبك يعني ممكن أنك رد فعل سلبي مع حد من البشر إن أنا أحب حد يبقى رد فعل سلبي يعني هي زي الكيميا ما بين الأشخاص الكيميا ما بين الآلة وصاحبها لكن في الآلة على قد ما بتديها بتديك فخلاص بقى إيه في حاجة إيجابية الحمد لله يعني موت نفسي في المذاكرة تمام الحمد لله فيعني دي كانت البداية آه دي كانت البداية وتخرجته والتحقت بالفرقة الماسية وكانت أول حفلة ليا من حظ العظيم يعني حفلة تكريم أستاذ عبدالوهاب في قاعة ألبرت هول في لندن يعني أول حفلة هي مع فرقة الماسية فيعني كان فيه مطلبين كتير يعني من دنهم محمد صاروت هاني شاكر متحق صالح فيه سيد محمد الموجي نفسه غني غنى في الحفلة دي دي كانت البداية بتاعتي الداخل قوية جدا وبطلب مع فرقة الماسية بقى يعني عملت حفلات كتيرة جل حفلة تضيف لي إضافة مثلا أول مرة غني هاني شاكر من غير ليك والتاني البعث اتنعاه حقيقة الأول من البداية من الحقيقة هسأل حضرتك بعد شوية يمكن أبرز الشخصيات اللي لعبت معاها الفنانين اللي لعبت معاها على القانون بس متخلينا سمع منك حاجة سريعة كده لوحدك على القانون أبرز الحاجات اللي يعني لعبتها وحسيت برد فعل كبير قوي من الناس أنا اللي اختغل يا الله في حاجات أصلا في موسيقى تصورية المسالفة لحد السيف يعني كان ماجد هو اللي بيلعب القانون فيها ليا كانت محمود مرسي طالع عازف قانون بس اللي بيعزف كان ماجد ودي كانت برضو في البدايات وفي كمان فيديو كليب يمكن عمل شهرة كتير قوي غير الحاجات الترابية كان أغنية تعودوني مع عمر الدياب الله أصلا في الكليب هو اللي بيعزف مع عمر الدياب ومفروض آخر لايف في زا بويس كان يحضر معايا وكان مفروض كان فيه تسجيل برضو مع عمر الدياب عشان الألبوم الأخير بس أنا طبعا ببقى سعيدة لما بسمع يعني عصفه في كل الأعمال الكبيرة وطبعا عمر الدياب يعني حاجة كبيرة جدا وليسا نزله شريط ونسبة حدا في البين بقى اسمع على الأنون بقى بسوطة يعني برافو عليك